بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أسعد الله مساءكم إذا كنتم في المساء وأسعد الله صباحكم أيضا إذا كنتم في الصباح بداية أشكر كل الذين وضعوا لنا تعليقات محفزة في العمل الأخير الذي أفصحت فيه عن مشروعي الجديد والمتمثل في تأليف كتاب تحت عنوان عصارة الفكر المقاوم في الواقع والمواقع في هذا العمل إن شاء الله سوف أقدم لكم مضمون هذا الكتاب والمقولات التي يتضمنها في باطنه على أمل إن شاء الله أن أضرب لكم موعدا إن شاء الله في مواعد لاحقة إن شاء الله لنتكلم أكثر عن هذا العمل الأدبي الفكري بامتياز إن شاء الله طبعا لن أطل عليكم بالكلم أكثر أترككم تستمتعون بهذا العمل على أمل أن يعجبكم إن شاء الله وينال تقديركم واحترامكم لا تنسوا فقط الإعجاب بهذا العمل ووضع تعليق ومشاركته مع الأصدقاء ومشاركته كذلك في مختلف الوسائط التواصل الإجتماعي فضلا وليس أمرا وشكرا لكم وبدون إطالة نترككم تستمتعون بهذا العمل وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة